السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم وصلاة وبركاته الله يبارك فيك استعدون فيك وبرك الله نعم شيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في اللقطة اللقطة بفتح القاف اسم لشيء الملتقط أما معنى اللقطة شرعا فهي ما وجد من حق محترم غير محترز لا يعرف الواجد مستحقه وقولنا من حق أعم من المال فالحق قد يكون مالا وقد يكون مختصا والمراد بالمختص ما يختص الإنسان بالانتفاع به دون غيره ولكنه ليس بمال يجوس بيعه وذلك مثل الكلب المعلم أو الزبل أو جلد الميت الذي لم يدبخ فإن هذه مختصات وليست من مال ولا بد أن يكون هذا الحق محترما أما ما لم يكن محترما فلا يكون لقطة والمراد بالمحترم ما يحرم الشرعا إتلافه ولا بد أن يكون غير محترز غير محفوظ في مكان يحفظ فيه مثله عادة والمراد بقول لا يعرف الواجد المستحقه لأن الذي وجد اللقطة لا يعرف صاحبها فإن كان يعرف صاحبها فلا تسمى لقطة وإنما يجب عليه ردها إلى مستحقها يعني لا يكون لها أحكام اللقطة قال رحمه الله تعالى وإذا وجد الإنسان لقطة في موات أو طريق المراد باللقطة ما سبق شرحه في تعريف اللقطة وقد تكون مالا وقد تكون مختصا والمراد بالموات المكان الذي لا يملك أحد من الناس قال أو طريق أو نحوها من الأمكنة العامة كالأسواق فله أخذها وإنما يأخذها بالنية التعريف ثم بالنية التملك وذلك للحديث الواردة في ذلك قالوا له تركها خشية التقصير فيها واستهلاكها أما إذا وجدها في ملك لأحد لم يجس له أخذها لأن ظاهر من الحال أنها لصاحب الملك كان يجد لقطة في مزرعة أو في بيت فإنه لا يجوس له أخذها ونبنية التعريف أنه يظهر من الحال أنها لصاحب البيت أو المزرع قالوا أخذها أولى من تركها إن كان لأخذ لها على ثقة من نفسه من القيام بها هنا 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 بين المصنف رحمه الله تعالى حكم أخذ اللقطة وبيّن أن أخذها ليس بواجب وإنما هو جائز ولهذا قال فله أخذها وله ترقها لأنه يتعرض لمسؤولية وقد يقصر في هذه المسؤولية قد يخطي في في اللقطة وإيهما أخذها من تركها قال أخذها أولى من تركها ولكن بشكل أن يكون على ثقة من نفسه من أيام بحق لها وإنما أخذها من تركها لما في ذلك من عانة أخيه قد حث الشرع على ذلك عيث قال النبي عليه الصلاة والسلام الله في عام العبد ما كان العبد في عامل أخيه ولو تركها من غير أخذ لم يضمنها يعني لا يلزمه ضمانها ويحرم أخذها إذا علم من نفسه الخيانة ولم يثق بأمانتها فإنه يحرم عليه أخذها وأما لشاد عليه فإنه مستحب وليس بواجب قال وإذا أخذ هذه اللقطة توجب عليه أن يعرف ستة أشياء يعرف في اللقطة ستة أشياء إذا أخذ الإنسان واللقطة يجب عليه أن يعرف ستة أشياء متعلقة بها قال وعاءها قال وعاءها الوعاء التي هي فيه سواء كان من جلد أو غيره قال وعفاصها والعفاص يأتي بمعنى الوعاء ويأتي بمعنى ما يربط على رأس القانورة القانورة أو نحوها من جلد أو غيره وهذا مراد المصنف رحمه الله تعالى بالعفاص وذلك لجمعه بين العفاص والوعاء ولا يقال هنا إن العفاص هو الوعاء وإنما ذكره عقبه تأكيدا لأن التأسيس أولى من التأكيد والأصل في الكلام التأسيس قال وكاءها والوكاء هو ما تربط به من خيط وغيره قال وجنسها وكذلك وجنسها وكذلك نوعها هل هي ذهب أو فضة وهل هي إذا كانت عملة ورقية هل هي دولار أم ريال أم دينار كويتين أو نحو ذلك قالوا عددها أي وعليها يعرف عددها إن كانت معدودة ووزنها إن كانت مما يوزن أو كيلها إن كانت مما يكال أو ذرعها إن كانت مما يدرع وهذه الأربع يعبر عنها بالقدر فكان الأولى أن يقول المصنف رحمه الله تعالى بدل الوزن وقدرها لأنه يندرج تحت القدر الوزن والكيل والدرع نعم والعدد فإن معرفة القدر الشاملة للوزن والعدد والكيل والدرع ودليل وجه معرفة هذه الأشياء قوله عليه الصلاة والسلام بما روى الوخاري ومسلم عن بي بن كعم رضي الله عنه يعرف عدتها وركاءها وعاءها فإن جاء صاحبها وإلا يستمتع بها وفي هذا الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أشياء تتعلق باللقطة يجب على الملتقط معرفتها وباقي الصفات التي لم تذكر في هذا الحديث تقاس على المذكورات لأنها كلها صفات تتميز بها اللقطة عن غيرها فما لم يذكر في هذا الحديث يشارك فيما ذكر في علة الحكم قال رحمه الله تعالى ويجب على الملتقط أن يحفظها في حرز مثلها من أخذ لقطة وجب عليه حفظها وفي أي مكان يحفظها يحفظها في حرز مثلها في مثل المكان الذي تحفظ فيه إذا لم يفعل ذلك فإنه يكون مفرطا وإذا تلفت بأي سبب يجب عليه ضمانها كغيرها من الأمانات قال ثم إذا أراد الملتقط تملكها عرفها سنة ذكر المنسنف رحمه الله تعالى هنا أنه إنما يجب تعريف اللقطة والمنادات عليها إذا أراد أن يتملكها ومعنى ذلك أنه إذا لم يريد التملك معنى إذا لم ينوي ذلك وإنما أراد حفظها فقط فلا يجب عليه تعريفها وهذا هو المشهور ولكن صحة بعض الأئمة كالغزالي رحمه الله تعالى لزوم التعريف وإن لم يريد تملكها وجعل النووي رحمه الله تعالى هذا القول القول الأقوى والمختار وهذا هو الذي يرجحه الدليل لأن التعريف إنما شرعا ليعرفها صاحبها ولم يشرع للتملك فقط وقال النبي عليه الصلاة والسلام من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها ودل ذلك على أن تعريفها واجب سواء أراد تملكها بعد التعريف أو لم يريد تملكها وإذا لم يعرفها يكون كاتما ومفوتا للحق على صاحبه ولهذا اعتمد على وجوب التعريف وإن لم يريد تملكها الأذرعي وشيخ الإسلام زكري الأمساري الخطيب الشربيني والرملي ولا بد أن تكون السنة التي يعرفها سنة قمرية وابتداء سنة يحصل من وقت التعريف لا من وقت الالتقاط يعني تبتدئ السنة من وقت التعريف لا من وقت الالتقاط وإذا كان ما وجده الإنسان ما لا يتمول أي ما لا يتخذ مالا وذلك حبة الزبيب فلا يجب تعريفه بل له الانتفاع به في الحال وذلك لأن النبي عليه صلاة والسلام وجد تمرة في الطريق وقال لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لا أكلتها وهذا في البخاري المسلم الحديث آنس رضي الله عنه وإن كانت اللقطة مما يتمول وهي قليلة وضابد ذلك أن يغلب على الظن أن فاقدها وصاحبها لا يكثر أسفه عليها ولا يطول طلبه لها غالبا ولا صح أنه لا يجب تعريفها سنة وليعرفها زمنا قدرا من الوقت يظن أن فاقدها يعرض عنها بعده غالبا ويرجع في ذلك إلى عرف الناس ويد الملتقط في مدة التعريف يد أمانه وبناء على هذا إذا تلفت اللقطة لا يضمنها إذا لم يتعد ولم يفرد وثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في المكان الذي يكون فيه تعريف فقال على أبواب المساجد وعند خروج الناس من صلاة الجماعة أو الجماعة قاله وفي الموضع الذي وجده وجدها فيه وكذلك في مجامع الناس من الأسواق وغيرها التي يرجو وجود صاحبها فيها لأن القسط من التعريف إعلام صاحبها ولا يسعو التعريف في الأماكن التي يبعد إطلاع صاحبها على التعريف والتعريف يكون على العادة من جهة الزمان والمكان ولا يجب استيعاب السنة بالتعريف يعني لا يجب عليه تعريفها في كل يوم من أيام السنة بل كما قال الفقهاء يعرف أولا كل يوم مرتين طرفي النهار ثم مرة واحدة طرف النهار لا ليلا ثم يعرف بعد ذلك كل أسبوع مرة أو مرتين ثم في كل شهر مرة ولابد أن يذكر في التعريف بعض أصافها ليعرف صاحبها فإن جاء من يعرف ولا يذكر جميع أصافها لأنه قد يدعيها غير صاحبها فإن جاء من يعرف صفاتها وقع في قلب الملتقط صدقه أي غلب على ظنه أن المدعي صادق في ادعائها دفعها إليه لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن جاء أحد يخبرك بعفاسها وكائها أي فاعطه وإلا فاستنفق بها فإن لم يقع في قلبه صدقه وإن ذكر أوصافها لم يدفعها إليه إلا إذا أتى ببينه وذلك الاحتمال اطلاعه على أوصافها فإن أتى ببينة وجب دفعها إليه بإجمع العلماء أما إذا لم يأتي ببينة ولم يعرف صفاتها ولا يجلس الدفعها إليه ذلك لعدم ثبوت الحق له قال فإن لم يجد صاحبها إبعى تعريفها سنة كان له أن يتملكها قول عليه صلاة والسلام فيوجد صاحبها فليردها إليه إلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء والحديث في السنة بداود ويجترض في تملكه لها بعد سنة التعريف حكم حاكم وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم في هذه المسألة وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كل ما حكم فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج فيه إلى حكم حاكم قال بشرط الضمان أي ويكون تملكه لها بشرط الضمان والمراد بالضمان هنا ردها لصاحبها إن جاء بعد ذلك ولو بعد السنين وإذا استنفقها وانتفع بها المرتقط بعد التعريف لا يملكها تمليكا أو ملكا أبديا وإنما تكون في الملك ما لم يأتي صاحبها إذا جاء صاحبها وجب ردها إلى مستحقها لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإلا تعرف إن صاحبها في سنة التعريف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدار فأدها إليه والحديث البخاري ومسلم ومعنا قول ولتكن وديعة عندك لا ينقطع حق صاحبها ولا تخرج عن ملكه بل إذا جاء ولو بعد السنين وجب ردها إليه إن كانت باقية ولم يتعلق بها حق لازم يمنع بيعها فإن لم تكن باقية كان تلفت أو تعلق بها حق لازم يمنع بيعها فيجب عليه رد مثلها إن كانت مثلية ورد قيمتها إن كانت متقومة والعبرة بقيمتها يوم التملك لا بقيمتها يوم الالتقاط ولا بقيمتها بأقصى القيام أنه إنما دخلت في ضمانه يوم التملك قال رحمه الله واللقطة على أربعة أضرم أحدها ما يبقى على الدواب المال الذي يبقى على الدواب أن يطول عمره وإنما قلنا ذلك لأن الدنيا نفسها لا تدوب بل محكوم عليها بالفناء كما قال الله سبحانه وتعالى كل من عليها ويبقى كما قال رب الله سبحانه وتعالى وتركت ما خوالناكم وراء ظهوركم والذي يدوم كالذهب والفضة هذا حكمه أولا ما سبق من تعريفه سنة ثم جواس تملكه بعد سنة التعريف إذا كان ما وجده مما يدوم أن يطول عمره وذلك الذهب والفضة مثل ذلك العملات الورقية فحكمه ما سبق من وجوب تعريفه سنة ثم تملكه جواس تملكه بعد السنة والنوع الثاني ما لا يبقى على الدواب الآية التي قرناها هي قول الله تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك قال وضرب الثاني ما لا يبقى على الدواب بل يفسد مع مرور الأيام وذلك الطعام الرطب فهو الملتقط لهذا النوع من اللقطة وخير بين أمرين الأمر الأول أن يتملكه حالا أي أن ينوي يتملكه ويتلفظ بذلك في الحال أي في الوقت في الساعة التي وجد اللقطة ثم أكله أو شربه إن كان أكله مشروبا وغرمه أي غرم بدره بمثله إن كان مثليا وبقيمته إن كان متقوما هذا هو الخيار الأول أن يتملكه حالا في الساعة التي وجدها ثم يتصرف فيها بأكل أو شرب أو نحو ذلك والخيار الثاني هو ما يذكره المصنف رحمه الله تعالى في قوله أو بيعه وحفظ ثماني هذا هو الخيار الثاني فله أن يبيعها في الحال في الساعة التي وجد اللقطة فيها ولابد يكون بيعها بثمن مثلها وبعد بيعها عليه أن يحفظ ثمن اللقطة إلى أن يجد صاحبها وإذا باعها أو أكلها لابد أن يعرفها سنة وإن وجد في خلال هذه السنة صاحبها وجب عليه دفعها إليه إن كانت باقية أو ضمانها بمثلها أو قيمتها وفي هذه الصور يعني لا يمكن إلا دفع قيمتها لأنه أكلها وانتفع بها في الحال أو باعها فهي غير موجودة ولهذا إنما يضمنها بالمثل أو أو بالقيمة قال والضرب الثالث من اللقطة ما يبقى على الدوام فما يمكن بقاه هو على الدوام ولكن لا يكون بقاؤه بدون معالجه وإنما يحصل بقاؤه بالمعالج ولهذا قال بعلاج فيه بعمل فيه بسلع شيء فيه وذلك الرطب إذا وجد رطبا أو وجد عنبا فإن الرطب والعنب لا يبقى على الدوام بنفسه وإنما يبقى على الدوام إذا عالجه الإنسان فيفعل أي الملتقط ما فيه المصلح لماركه من أمرين الأمر الأول بيعه بثمن مثل أو أكثر إن وجدها به وحفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه لماركه إذا وجد إذا وجد الإنسان لقطة لا تبقى على الدوام إلا بعلاج فإنه مخير بين أمرين والذي يختار هو الأصلح لصاحب اللقطة فإن كانت المصلحة لصاحبها في بيعها فإنه يبيعها ويحفظ ثمنها ثم يعرفها وإن كانت المصلحة لصاحبها في علاج اللقطة معالجتها كان يجفف الرطب أو العنب حتى يسير الرطب تمرا والعنب زبيبا فإنه يفعل ذلك ثم يحفظها لمالكه وإن تبرع الملتقط بالتجفيف فذاك وإلا إن لم يتبرع باع بعضها وأنفقها على على سائرها لأن المصلحة في حق المالك يعني لا يجب على الملتقط أن يتبرع بالعلاج ولكن يجوس له ذلك وكذلك يجوس له أن يبيع بعضها لإصلاح البعض الآخر قال والرابع أي والضرب الرابع ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان وهو الضربان إذا كانت اللقطة مما يحتاج إلى نفقة كأكل وشرب ودواء ونحو ذلك كالحيوان فإنها نوعان النوع الأول إذا كانت اللقطة حيوانا والحيوان نوعان النوع الأول هو الحيوان لا يمتنع بنفسه من صغار السبع يعني ليس له قدرة على دفع صغار السبع عن نفسه وذلك الغنب والعجل الصغير وكذلك الجمل أو البعيل المكسور وكذلك البقرة الكثيرة فهذا النوع يجوث التقاطه مطلقا والمراد بقولنا مطلقا سواء نوى بالالتقاط الحفل أو نوى التملك بعد التعريف فهذا معنى قولنا مطلقا وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام في ضالة الغنب عندما سئل عن ضالة الغنب هي لك أو لأخيك أو للدي فإذا التقط الإنسان الشيء من هذا الحيوان فهو مخير بين أمور الأمر الأول أن يتملكه في الحال إذا التقط حيوانا لا يمتنع بنفسه من صغار السبع كالغنم ونحوه هو مخير بين ثلاثة أمور الأمر الأول أن يتملك هذا الحيوان في الحال أي في الساعة التي وجده فيها ثم بعد التملك يأكلها لهذا قال خير بين أكله والأكل يكون بعد التملك والتملك لابد أن يكون باللفظ لابد أن يقول مسمعا نفسه على الأقل تملكت هذه اللقطة وهذا إنكارت بما يوكل وغرم ثمنه أي قيمته فإذا أكل الحيوان الذي لا يمتنع بنفسه من صغار السبع في الساعة التي وجدها كان يجد مثلا شاطا فله أن يأكلها أن يدبحها ويأكلها في الساعة التي وجدها فيها والأمر الثاني أن يمسكها ويتطوع بالإنفاق عليها هذا هو الخيار الثاني لهذا قال وتركه ترك أكله وإمساكه وحفظه والتطوع بالإنفاق عليه وليس له أن يبيع بعض الغنم إن كان الغنم الذي وجده عددا لينفق على باقيه لأن النفقة في الحيوان تتكرر في كل يوم فالحيوان يأكل ويشرب في كل يوم فإذا بيع بعضه للإنفاق على بعض الآخر وتكرر ذلك إن هذا يؤدي إلى أن تأكل اللقطة نفسها وتستهلك ولا يبقى منها شيء لخلاف العنب مثلا فإنه لا ينفق عليها يعني لا تتكرر نفقته وكذلك الرطب فلهذا جازة كما قلنا بيع بعضها لمعالجة البعض الآخر لأن المعالجة لا تتكرر إنما تكون في وقت واحد بعد ذلك يكون مما يبقى على الدواء والخيار الثالث أن يبيع هذا الحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع ويحفظ الثمن ولا بد أن يبيعه بثمن مثله أو أكثر ويحفظ الثمن لمالكه حيث يعرفه سنة فإن وجد المالكة في هذه السنة وجب عليه دفعها لمالكها فهذه ثلاث خيارات في الحيوان الذي لا يمتنع بالنفس من صغار السباع الخيار الأول أن يملكه في الحال ويستنفقه ويضمن ثمنه أي قيمته والثاني أن يحفظه ويتطوع بالإنفاق عليه وليس له هنا بيع بعضه للإنفاق على بعض الآخر قد ذكرنا علة ذلك والخيار الثالث أن يبيعه ويحفظ ثباره قال وثاريه مع النوع الثاني من الحيوان حيوان يمتنع بنفسه من صغار السباع والمراد من صغار السباع كالذئب والنمر والفهد والامتلاع إما يكون بالقوة كالبعير الذي يدافع نفسه بقوته وكذلك الفرس أو بشدة عدوه وذلك كالأرانب والضباء المملوكة وقد يكون بطيرانه كالطيور فهذا الحيوان الذي لا يمتنع بنفسه من صغار السباع إن وجده الشخص في الصحراء والمراد بالصحراء هنا الأماكن الخالية من الناس الأماكن التي ليس فيها عمران ولابد أن تكون الصحراء آمنة قال فإن وجده هذا الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع في الصحراء الآمنة تركه أي وجب عليه تركه إذا وجد مثلا حيوان يمتنع بنفسه من صغار السباع ووجده في الصحراء الآمنة وجب عليه تركه لأنه محفوظ بالامتناع يعني يدافع عن نفسه من صغار السباع ولأنه مستغر بالرعي ولأن الصحراء آمنة فأنا لا يأخذ هذا الحيوان أحد من الناس إلى أن يأتي صاحبها والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ما لك ولها معها ثقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها قال النبي ذلك عندما سئل عن ضالة الإبل وقوله ما لك ولها هذا نهي عن أخذها وقال معها ثقاؤها وحذاؤها أي مستغنية بالرعي والورود على الماء لهذا قال ترد الماء وتأكل شجر ومعنا قول حتى يلقاها ربها أن المكان آمن يعني لا يأتي أحد قبل صاحبها ويأخذها ويأخذها ويحرم التقاط هذا النوع من الحيوان بالنية التملك بعد التعريف فلو أخذ هذا النوع من الحيوان بالنية التملك ضمينه لأن أخذها لا يجسله ويكون متعديا بأخذها ومن وضع يده على حق غيره متعديا وجب عليه الضمان إذا تلفت أو تعيبت بأي ساب من الأسباب قال وين وجده هذا النوع من الحيوان هو الذي يمتنع بنفسه من صغار السبع في الحضر أو وجده في الصحراء غير الآمنة ومخير بين الأشياء الثلاثة فيه أي بين الأشياء الثلاثة التي مرت بنا بالحيوان الذي لا يمتنع من صغار السبع وهي أن يتملكها في الحال ويضمن ثمنها أي قيمتها أو أن يتركها أن يحفظها ويتطوع بالإنفاق عليها أو أن يبيعها ويحفظ ثمنها لصاحبها والحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السبع له حالتان الحالة الأولى أن يجده الإنسان في الصحراء الآمنة وهنا يحرم عليه التقاطه لأنه ليس في الالتقاط فائدة إنما يثقل على نفسه وقد يفوت هذا الحيوان على صاحبه لأن مثل هذا الحيوان لا يحفظ غالبا وإنما يترك يرعى يوما أو أياما أو شهورا من غير الرائع فمثل هذا الحيوان إن وجده في الصحراء الآمنة حرم عليه أخذ وإن أخذه فهو متعد فيجب عليه الضمان وإن تلف يكون كالصارق والغاصب وإن وجده في الحضر أي في الأماكن التي فيها الناس أو وجده في الصحراء ولكن الصحراء غير آمنة فيكون هذا النوع من الحيوان كالحيوان الذي لا يمتنع بنفسه من صغار السبع وفي كل الحالات التي قلنا يجوس له تملكها في الحال أو يجوس له بيعها وحفظ ثمنها فلا يسقط عن التعريف بل يجب عليه التعريف وقد أكلها أو باعها وبعد السنة يتملك يتملك الثمن أو القيمة إن شاء أو يحفظها حتى يأتي صاحبها قال رحمه الله فصل في اللقيط اللقيط بمعنى الملقوط وهو سبي الإنسان غير بالغ أو مجنون لا يعلم له كافل ولا مالك لا يعرف لا يعرف مسؤول هذا السبي أو المجنون ولا يعرف مالكه إن كان هذا السبي أو المجنون عبد قال قال رحمه الله وإذا وجد لقيط بقارعة الطريق فأخذه من هذا المكان وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية لأنه آدمي محترم وإذا ترك في الطريق أو في المكان الذي ألقي فيه فإنه يهلك بذلك ولهذا يجب أخذه وحفظه بالتربية والإصلاح كالمضر بل هو أولى من المضر فإذا وجد الإنسان إنسانا مضرا يموت من الجوع أو العطش فإنه يجب عليه إطعامه وكذلك ثقاه والدليل على ذلك قل الله تعالوا تعاونوا على البر والتقوى وهذا الالتقاط والأخذ يكون على الكفاية فإذا التقطه بعض من هو أهل لحضانة اللقيت سقط الإثم عن الباقين فإن لم يلتقط أحد أثم جميع من علم به من أهل تلك البلدة ولو علم به إنسان واحد تعين عليه أخذه ويجب الإشهاد هنا على التقاطه لأن لا يستعبده ويتخذه عبدا في المستقبل قال ولا يقر اللقيط إلا في يد أمين لا يقر الإنسان اللقيط كالصبي والمجنون إلا في يد أمين حر مسلم رشيد فلا يقر في يد الصبي إذا وجد اللقيط الصبي لا يترك في يده وكذلك إذا وجده مجنون أخذه مجنون لا يترك في يده وإذا أخذه كافر أو فاسق لا يترك في يده لأن الالتقاط ولاية وهؤلاء ليسوا من أهل الولاية ولا يشترط هنا الذكورة ولا يشترط كذلك الغنى فإن التقطت امرأة أو التقطه فقير يصح التقاطه وترتبت عليه أحكامه قال فيوجد معه أي مع اللقيط مال وذلك ثياب ملفوفة عليه أو ثياب ملبوسة له أو مغطى بها أو مفروشة تحته أو كذلك دنانير أوضعت فوقه أو تحته أنفق عليه أنفق عليه الحاكم ومثل الحاكم مأدونه مأدون الحاكم منه من هذا المال ومعنى هذا أن الملتقط لا ينفق على اللقيط من المال الذي وجده معه إلا بإذن الحاكم لأن الحاكم هو الذي يتصرف في المال بغير أبوة ولا جدودة ولا وصاية وهو ولي من لا ولي له وإن لم يكن في الناحية حاكم فلينفق عليه اللاقيط ولكن يجب عليه الإشهاد في هذه الحالة وإذا أنفق عليه من ماله بلا إشهاد ضمن لأنه ترك الواجب عليه قال وإن لم يوجد معه مع اللقيط مال ولم يعرف له مال لا مال عام كالمال الموقوف على اللقطاء أو الموسى به للقطاء فهذا هو مال عام للقيط فيه حق أو مال خاص وأن فقته في هذه الحالة وكائنة من بيت المال وتخرج من سهم المصالح من نصيب اليتام أو المساكين وذلك لقول عمر رضي الله عنه ليواجد اللقيط اذهب فهو حر يحكم على اللقيط بالحرية لأن الإنسان يولد حر ولا يحكم عليه بالرق حتى يثبت ذلك بالدليل قال ولك ولاء هو علينا نفقته فهنا ذكر عمر رضي الله عنه أن نفقة اللقيط الذي ليس له مال في خزينة الدولة هذا قال علينا نحن الدولة نفقته ولا يعلم له مخالف من صحابة رسول الله رضوان الله علي لأن الإنسان البالغ إذا أعصر إذا صار معصرا وجبت نفقته من بيت المال فهذا هذا الإنسان القاصر المجنون أو الصغير من باب الأولى أن تجب نفقته ببيت مال المسلمين فإن لم يكن في بيت المال الشيء اقترض له القاضي ويقضيه من تجب عليه نفقته إن وجد وإلا قضاه الإمام سهم الفقراء المساكين فإن لم يجد فعلى أغنياء المسلمين فيجب على أغنياء المسلمين الإنفاق عليه معنى قولنا إن لم يجد القاضي ما يقترضه للإنفاق عليه فالنفقته على أغنياء المسلمين فخلاصة الأحكام التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الفصل أن اللقيق يجب التقاطه ويكون هذا الوجوب على سبيل الكفاية وقد يتعين إذا علم به إنسان واحد ولا بد أن يكون واجده إنسان حرا مسلما رشيدا أمينا فإذا أخذ اللقيق صبي أو مجنون أو كافر أو فاسق فإنه لا يترك في يده بل ينتزع منه وثم ذكر المسنف رحمه الله تعالى مستر الإنفاق المستر الذي ينفق منه على هذا السبي أو المجنون ذكر أنه إذا وجد معه مال أنه ينفق منه أنه ينفق عليه من هذا المال والذي الذي يقوم بذلك هو الحاكم أو من أذن له الحاكم والملتقد إن وجد مع اللقيق مالا لا يجوس له الإنفاق عليه من هذا المال إلا بإذن الحاكم إلا في حالة الضرورة وإذا خالف ذلك فإنه يضمن المال الذي أكله اللقيق وإن لم يجد معه مال فتكون نفقته من بيت المال المسلمين كان فيه مال فإن لم يكن فيه مال يجب على القاضي الاقتراض له والإنفاق منه والذي يؤدي هذا القرض هو من وجبت عليه نفقته إن وجد فإن لم يوجد وجب قضاء هذا الدين على القاضي فيكون أداوه من سام الفقراء والمساكين والغارمين فإن لم يجد القاضي مالا يخترضه للإنفاق عليه ونفقته على أغنياء المسلمين ولا يجوز بحال تركه من غير نفقه قال رحمه الله تعالى فصل في الوديعة الوديعة في اللغة العرب تطلق على الشيئين الأول الشيء المودع عند غير صاحبه للحفظ الشيء الذي يدفع للغير ليحفظه والمعنى الثاني الذي يطلق عليه لفظ اللقطة هو العقد المقتضي للاستحفاظ العقد الذي يكون بين صاحب الوديعة ومن يستودعه من يستودعها عنده والإيداع والاستيداع جائس بإجماع العلماء قال والوديعة أمانة في يد المودع الذي يستودع عنده فلا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط لأن يده يد أمانه لا يضمنها إذا تلفت أو نقصت أو تعيبت ما لم يتعد أو يفرط قال ويستحب قبولها أي قبول الوديعة لمن قام بالأمانة فيها لأن فيها تعاون على البر والتقوى وفيها إعانة للمسلم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وإنما يكون قبول الوديعة مستحبا إذا وثق من نفسه بالأمانة فيها لهذا قال لمن قام بالأمانة فيها فإن عجز عن حفظها حرم عليه قبولها وكذلك إذا علم من نفسه الخيانة حرم عليه قبولها وذلك إذا لم يعلم المالك المستودع بحاله فإن علم بحاله فعن صاحب الحق يعلم أن هذا الإنسان فاسق وليس بأمين وأنه سيخون الأمانة ومع ذلك لا يستودع عنده فإنه يجوث له قبولها قال ولا يضمن المودع الوديعة إلا بالتعدي أو بالتفريض وهذا فرع عن قول المصنف رحمه الله والوديعة أمانة في يد المودع قال وقول المودع وهو الذي وضعت عنده الوديعة مقبول إذا ادعى تلفها أو ردها على المودع وإنما يكون قوله مقبول إذا لم تكن هناك بيينة ويكون قوله مقبولا مع يميني فكل من قيل فيه قوله مقبول أي فمع يميني وذلك لقول الله تعالى فإن أمين بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتم من أمانته فهنا أمر الله برد الأمانة بلا إشهاد وهذا دليل على أن قوله مقبول فلو لم يكن قوله مقبولا لأوجب الله عليه بالإشهاد على رد الأمانة كما في الديون في قوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهد عليهم قالوا عليه على المودع إذا قبل الوديع أن يحفظها فابد أن يحفظها فيما عين له من الحرز أو أعلى منه فإن لم يعين له حرز أي مكان تحفظ فيه لزمه أن يحفظها في حرز مثلها فلا مد من هذا التفصيل وإن عين له المودع حرزا فإنه يجب عليه أن يحفظه في هذا الحرز ولا يجوز له أن ينتقل منه إلى حرز آخر أما إذا لم يعين له حرزا في مكان تحفظ فيه فيجب عليه حفظها في حرز مثلها لأنه المقصود وقد التزمه فإن لم يفعل ذلك وتلفت أو تعيبت أو نقصت فإنه عليه ضمانها قال وإذا طالب المودع بها الوديعة إذا طالب المودع الودع برد الوديعة فلم يخرجها أي فلم يردها لصاحبها مع القدرة على الرد مع القدرة عليها حتى تلفت ضمن الوديعة بمثلها إن كانت مثلية أو بقيمتها إن كانت متقومة وذلك لأنه ترك واجبا عليه فإذا طالب المودع الوديعة وجب على المودع ردها فإن أخر ردها إلى صاحبها من غير عذر ضمن فإن كان هناك عذر لم يضمن والوديعة من العقود الجائزة فللمودع استردادها متاشا وللمودع ردها في كل وقت لأن المودع مالك لها وأما المودع فلأنه متبرع بالحفظ وإذا كانت الوديعة من العقود الجائزة فإنها تنفسق بما تنفسق به العقود الجائزة كالموت والجنون والإغماء والنحو ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إذاكم الله خير يا شيخ وعرك الله فيك السؤال شيخ حفيدك الله هل هناك هل يجيز فرق بين اللقط والبالة وهنا المصنف هنكر على حيوان تحت اللقط وعرك الله فيك نعم الضالة غالبا تطلق على الحيوان أما اللقط فتطلق غالبا على غير الحيوان ولكن اللقط اسم عام للحيوان الضال وللعشياء الضائعة على أصحابها جزاكم الله خير الله يبارك فيك جزاكم الله خير شيخنا عندي سؤال فضل بارك الله فيك فإن إن كان اللقط هنا حيوانا وأكله وغرم ثمنه فما الذي يعرف فهل يقول عندي لقطة حيوان أو يقول ويعرف الثمن الذي عنده تارك الله فيك سؤال مهم يعرف اللقطة نفسها يعني يعرف الحيوان يقول وجدت مثلا شاطا من أوصافها كذا فإذا جاء صاحبها أخبره بما حصل من أكلها أو مثلا بيغها وحفظ ثمنها ثم رد إليه ثمن لأن اللقاط غير موجودة أخذ كلها أو باعها ولا يجوث لصاحبها أن يطالبه بضمانها بمثلها إذا باعها فإنما يجب عليه أن يقبل ثمنها قل ثمنها أو كثر ولو يجب عليه كما سبق أن يبيعها بثمن مثلها أو أكثر إن وجدها به بارك الله فيك جزاق الله خير الله يحفظ أحسن الله إليك إذا كانت اللقطة شيئا محرما بل مثلا إذا كان شيئا شركيا مثلا وجد شيء مثلا يعلق على الأولاد تدفع من العين ماذا يفعل في هذه الحال هذا غير محترم فلا يكون لقاطة لا يكون له أحكام لقاطة في الشراء لهذا قلنا بالتعريف أن يجد أو ما وجد من حق محترم فالمحرم غير محترم ولهذا ليست له أحكام اللقطة بل للإنسان إتلافه كان يجد مثلا صنما وأن يجد صورة وأن يجد مثلا الأشياء التي تعلق على الأولاد لدفع العين أو نحوها فإن هذه الأشياء غير محترمة في الشراء لهذا لا تكون لها أحكام اللقطة بل يجوس للإنسان وقد يجب عليه إتلافها لأن هذا من المنكر الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإنكاره باليد إن استطاع أو باللسان إن لم يستطع اليد أو بالقلب إن لم يستطع إنكاره باليد أو باللسان الله أعلم إلاك الله خير الله يبارك فيك جزاكم الله خير وبارك الله فيكم فلا هنا نقف ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وأن يغفر لنا ما خطأنا فيه صلى الله وعلى نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته